مساء الخير يحيى العدل من جنوب أفريقيا الأرض التي سجلت أول ظهور لمجموعات الإنسان الحديث قبل مائة ألف عام بلاد نيلسون مندلا التي قاومت نظام الفصل العنصري أبرتايد عشرات السنين هي البقعة من الجغرافيا الكونية التي شعرت بإبادة أهل غزة فتحركت قضائيا نحو محكمة العدل الدولية وسحلت إسرائيل في لهاي مقدمة ضدها أربع وثمانين صفحة مبللة بالدماء ومتضمنة أكثر حالات القتل الجماعي وحشية على مر التاريخ وعلى ادعاء محكم كانت ثلة من المحامين تقدم دفوعها وتتمايل في العزف على القانون الدولي وتوثق اتهامها بصور ومشاهد من المجازر المرتكبة في غزة بكل ما أوتيت إسرائيل من عنصرية وشعائر ضد الإنسانية وافتتحت الجلسات بشهادة على الميزان قدمها وزير العدل في جنوب أفريقيا رونالد لامولا مفندا التغريبة الفلسطينية ومسترجعا التاريخ ليؤكد أن تدمير حياة الفلسطينيين لم يبدأ في 7 أكتوبر بل منذ العام 1948 مستشهدا بقول ماندالا نحن جزء من إنسانية واحدة وفي مذكرتها رفعت جنوب أفريقيا طلبا إلى العدل الدولية يحث على إصدار أمر عاجل يتعلق بتعليق فوري لعمليات إسرائيل في قطاع غزة لأنها تنتهج سلوك الإبادة الجماعية تقتل المدنيين تلحق الأذى الجسدية الخطيرة بهم والفلسطينيون يتعرضون للقتل من الجو والبحر والبر ولخطر الموت المباشر والأمراض والمجاعة ومنع وصول المساعدات وحرفية المرافعات صفق لها العالم وحرقت قلوب شعوب عربية تساءل لماذا جنوب أفريقيا وكيف لدولة بعيدة اقتربت من غزة حد الالتصاق بالقضية فدافعت بشراسة وحماس وقدمت خبراتها القانونية في سبيل إدانة إسرائيل هذه التساؤلات الحارقة يشعل نارها الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الذي يتسبب بغيظ في المشاعر العربية كلما أدل بدلوه عن قضايا العرب فهو أعلن تأييد جامعة الدول لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام المحكمة الدولية وتطلع إلى حكم عادل يوقف هذه الحرب العدوانية ويضع حدا لنزيف الدم الفلسطيني وشكر أبو الغيط جنوب أفريقيا وحكومتها على اتخاذ هذا الموقف المبدئي الذي يضع الأخلاق والقيم الإنسانية فوق أي اعتبار معتبرا أن القضية تمثل خطوة مهمة ليس فقط نحو وقف إطلاق النار ولكن أيضا مساءلة إسرائيل وإنهاء الوضع الشاذ الذي جعل منها دولة فوق القانون الدولي وفوق المحاسبة وتصريح أبو الغيط يجعل منه مراقبا سويديا أو متفرجا في مقاعد الجمهور وعلى أبعد تقدير يصنفه خبيرا في انقراض المواقف العربية فدور الأمين العام لجامعة الدول العربية في مثل هذا الظرف أن يكون إلى جانب جنوب أفريقيا لا بل ومتقدما عليها لكنه اختار إسنادها بالمسيرات الهوائية الفارغة من مضمونها إلا من الدعم بالعبارات المستقلة عن الموقف فالأمين العام لجامعة الدول العربية مهمته اليوم كشف جرائم إسرائيل وتوثيقها وإدانتها غير أنه ارتأى أن يفضح نفسه والعرب معه فإما أن يعلن قلة حيلته أو يغرب عن هذا المنصب بإرادته من دون التورط بتصريحات بائسة لا مفاعلة لها ومن دور المراقب المحايد إلى أدوار بمهمات صعبة افتتحها الموفد الأمريكي أموس هوكستين في بيروت وحمل الوسيط الأمريكي ملفا يتضمن حلولا ديبلوماسية غامضة لكنه قال إن الطرفين اللبناني والإسرائيلي يؤيدانها اشتركوا في القناة